بسم الله الرحمن الرحيم يلا يولاد نروح للاختبار التاني من سلاح التلميذ اختر الإجابة الصحيحة تقدير العدد ده من أول خانة من اليسار اختار أقول له لا ما اختارش من آخر خانة يسار إلا أربعة طب قبلها كم رقم قبلها أربع أرقام يبقى نحط أربعة صفار يبقى الإجابة أربعين ألف فين هي نمرة ألف حلت بنفسي سؤال التاني خمسة متر وستة وعشرين سنطي الخمسة متر خمسمية ونجمع الستة وعشرين يبقى خمسمية ستة وعشرين فين الإجابة؟ الإجابة نمرة به تمام تمام وهنا نسينا نكتب الإجابة في النقط ونجي للسؤال التاني أكمل ما يلي دي مسألة طرح هنا ألفين هنا سبع تلاف لما نطرح نبدأ بمين يا أولاد؟ نبدأ بالكبير يتكتب فوق وزه غير يتكتب تحت وكل رقم تحته رقم يا شطار أربعة ناقس سبعة ما ينفعش تبقى دي خمسة ودي أربعتاشر ناقس سبعة سبعة خمسة ناقس اتنين تلاتة تلاتة ناقس واحد اتنين سبعة ناقس اتنين خمسة نعمل إيه شطار ناخد الإجابة ونوديها مكانها حزر فزر محيط مستطيل طوله أهو وعرضه أهو شكرا يا عم شكرا يا عم على الطول والعرض طب نجيب محيط المستطيل إزاي يا أولاد؟ سطري للقانون وسطري حلي فيه القانون مين؟ الطول زائد العرض إيه الكل في اتنين أو إيه اللي زائد دابيو الكل في اتنين الطول تمانية وهنا تلاتة نقفل ونضرب في اتنين تمانية زائد تلاتة كام؟ تمانية زائد تلاتة احداشر نرجع نضربها في اتنين يبقى احداشر في اتنين تبقى الإجابة اتنين وعشرين سنطي سؤال التالت بيقول لي صل طب بس نعمل ايه؟ نحل بنفسنا دي بالمتر وهو عايزها بالكيلو من زغير لكبير يبقى نخب تلاتة صفات يبقى الإيجابة سبعة ونعمل ايه؟ نوصل اللي بعدها قيمة الرقم سبعة في العدد ده السبعة تاني بيت بيت العشرات يبقى بسبعين ونقق ونوصل السؤال الرابع صح وغلط مساحة مربع طول دلو اربعة سنطي هي الأكبر؟ من مساحة المستطيل اللي أبعده كذا قوله معرفش مساحة المربع بتساوي طول الضلع فيه نفسه أربعة فاربعة بستاشر سنتيمتر مربع طب مساحة المستطيل الطول في العرض يبقى أربعة فتلاتة باثناشر سنتيمتر مربع فعلا دي أكبر يبقى كلامك كلام صحيح السؤال اللي بعده العدد دا أكبر متضعفي من دا أقول له استنى يعني دا الزغير قال لي آه كلمة متضعفي يعني زود للصغير دا صفرين هل لما زود له صفرين يبقى شابه دا؟ لا يا مستر مش شابهه يبقى الكلام خطأ السؤال اللي بعده السؤال الايه؟ الخامس بيقول لي حل للعدد دا بس بالصيغة الممتدة قال لي أوكاي هنكتب كده يا أولاد الصيغة الممتدة ونفك كل رقم اتنين أحد باتنين سيبك من الصفر واحد في الميات بمية أربعة في الألوف بكام يا جماعة باربع تلاف طب التلاتة ليه في عشرات الألوف يبقى تلاتين ألف يبقى أنا كده فكتها بالصيغة إيل ممتدة مريم اشترك جهاز تلفزيون بكذا وتلاجب كذا اوجد مجموع يبقى بدان مجموع يبقى نعمل إيه يا جماعة برافو عليك طالما مجموع نجمع العددين مع بعض العدد الأول زائد العدد من التاني طب نعمل فين ونجمع فين في مسودة طب بعد ما تجمع يتأكد كده من الإجابة بتاعة مستر حامد هيطلع أربعتاشر ألف تسعة وسبعين والتمييز جنيه كده يا أولاد خلص الاختبار التاني من النسخة الإلكترونية في سلاح التلميز وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي